حتى الثالث عشر من يونيو الجاري يشارك هؤلاء العارضين في معرض ديارنا للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة بعد أن سهلت وزارة التضامن الاجتماعي للجمعيات التعاونية المنتجة والجمعيات الأهلية والأسر المنتجة إجراءات المشاركة الأخبار رائع على المعرض شباب كتير بيجوا أسرهم من كل فقات العمرية فده قد خلى معالي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباش تقرر أنها تمد المعرض لغاية يوم الحد 13 ستة بإذن الله وطبعا المعرض مفتوح أبوابه من العشرة صباحا لغاية عشرة مساء المعرض بالنسبة لي طبعا مهم جدا أنه بيعمل إقبال جماهيلي كويس جدا وطبع نسبة المبعات فيه عالية جدا وبيتيح لنا فرص كمان نحنا نتعرف على عمل جداد وبنامج فيه شغل كويس جدا الحمد لله يعني الوضع بين أحسن لأحسن وإن شاء الله نتمنى في خلال الفترة الجاية يكون فيه معارض أكتر وفرص تسويئية أكتر يشارك بالمعرض 300 عارض ومنتج لصناعات عالية الجودة من مفروشات وأثاث وسلع متنوعة تعكس ثقافة المحافظة المشاركة مما سهم في جذب مختلف المستويات من زائرين للمعرض ونظرا للإقبال الكبير تم مد فترة المعرض ثلاثة أيام بعدما كان موعد انتهاءه في العاشر من ينيو حلوة جدا أنهم مدوا جمعة وستة عشان يدوا فرصة للناس تيجي لأنه هو كويس وفي كل حاجة وكل الأسعار فأنا عجبني أوهد النوم هنا جميلة جدا والرقن هنا جميلة العبش كله عمتا غير ما احنا تخيلنا لأن الحاجة أحلى والأسعار متنوية للإيد الحاجة بصراحة جميلة وكويسة يعني حتى الأسعار كويسة أنا عاملة رقنة أغلب كثير من كده ولقيت هنا أحسن بجانب فرصة التبادل التجاري بين المحافظات التي أتاحها 13 يوما في معرض ديرنا فهو يحمل عددا من الرسائل التي تعبر عن اهتمام الدولة في دعم المنتجات المصرية وصغار المنتجين مع ترشيد الاستهلاك للمقبلين على الزواج من خلال الأسعار التي تحظى بتخفضات تصل إلى 40%